وبعدين احنا لغاية دلوقتي كل المنتخبات اللي قابلناها كلها مستوها مقدور عليه إنجاز التعليل يعني احنا لغاية دلوقتي وضعينا عامل ازاي احنا اتأهلنا لأمم أفريقيا ب15 نقطة من 6 جوالات كسبنا 5 قدام غينيا زهابا وإيابا وملاوي زهابا وإيابا وإثيوبيا طبعا في القاهرة واخسرنا مباراة وحيدة شهيرة جدا أمام إثيوبيا في قديسة بابا سجلنا في الإجمالي 10 أهداف وسكن مرمانة 3 أهداف طبعا هدف الفريق هو مصطفى محمد وعمر مرموش وكمان محمد صراح كل واحد فيه مسجل هدفين ومحمود تريزيجي ومصطفى محمد وطارق حامد وإحمد سيد زيزو كل واحد فيه مسجل هدف وحيد في المجمل تأهل مستحق وواقعي وبعدد نقاط نقدر نقول إنه جيد نسبيا لكن فيه أمور محتاجين نقف قدامها أهمها إن احنا ما زلنا لم نصطدم حتى هذه اللحظة بفرق قوية تانية يعني دلوقتي لو اعتبرنا إن المنتخب غينيا من فرق التصنيف التاني فهو لم يرتقي لمستوى التحدي الكبير اللي ممكن نكون عليه في الفترة اللي جاية فكرة إن المنتخب مصر عنده الأفضلية كاملة في الدخول في المرحلة التنافسية اللي جاية ما زال أمامنا الكثير عشان نقول إن احنا جاهزين فعلا لتحدي كأس الأمم في مطلع العام اللي جاي إن شاء الله لأننا ساعتها حنواجه قوة عظمى بقى بالمقرنة باللي احنا بنتكلم عليه حنقابل الناس اللي هم التقايل اللي في أفريقيا طبعا السنغال والمغرب ونيجيريا والتلاتة عندهم يعني سكواد غير طبيعي غير طبعا يعني منتخب الدولة المنظمة اللي هو كود دفور فالتيقيل جايي بس ما دالة أنا كنت بقوله أنت كان عندك فرصة في المباريات اللي مش هنقول برضو عليها سهلة بس اللي هي كان ممكن تحسيمها بشكل أفضل من البداية وانت بتبقى داخل المباراة عارف كده أن انت كان ممكن يا كريم تقدم أفضل تقدم أفضل في النقاط كمان لكن على كل حال لو أنت هتحسابها يعني بالنقاط بس على كل حال يعني احنا على فكرة يا أستاذ دي مش أول سيناريو يحصل لأول مرة هو إحنا دايما السيناريو ده موجود لاي نفسك في المباريات السهلة أو المضمونة ما بتعملش أحلى النتيجة وبعد كيف المباريات الصعبة بتقدم أداء نتيجة أكثر بكتير أو أفضل بكتير فهي دي النقطة اللي حد بات يعني مش فهمة تفسيرها لو أنت تتفق معي بس ده اللي بيحصل بس مش مشكلة زي ما كنت بقول من شوية زي كنت قول حضراتكم الفكرة بس اللي جاي إحنا مش عايزين عشان ما عندناش رفاهات أن انت تخسر أي بطول أعتقد الجماهير غير جاهزة لده تماما أتمنى أنت بتبقى داخل موسم جديد يا كريم وبطولات جديدة وإنت عندك أمال كتير جدا موجودة ودعم كبير جدا من كل المصريين فأتمنى أن احنا المرة دي أو هذه النسخة أو هذه السنة إن شاء الله نقدم أفضل لأن نستحق الجماهير المصري تستحق ذلك يعني